السلام عليكم ورحمة الله هذه وصفة ثلاثية لعلاج السحر والحسد والعين حقيقة أخي الحبيب قد تكون هناك مشاكل كثيرة من حولك لا تدري مصدرها قد يقف حال إنسان ولا يدري ما الذي يحدث قد يصاب إنسان بهم أو اكتئاب أو توقف حال ولا يدري ما الذي يحدث القرآن الكريم عرفنا بذلك وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقترح عليك ألا تغفل عن ثلاثة أشياء سهلة جدا أول شيء القرآن الكريم الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الشفاء هنا هل هو شفاء مادي أم معنوي هل هو شفاء نفسي هل هو شفاء لما في الصدور من ضيق واكتئاب أم هو شفاء لأمراض حقيقية الحقيقة أنا أعتقد أن كلمة شفاء هنا تشمل كل شيء لأن المرض العضوي أيها الأحبة بالنتيجة هو بأمر الله يحدث وبالنتيجة هناك أسباب للشفاء فقد تقرأ هذه الآية وتقرأ آيات من القرآن ببركة هذه الآيات الله يقذف في قلبك معلومة معينة أو يهديك لطبيب معين أنت كنت غافل عنه فيكون هذا الطبيب سببا في شفائك فالقضية إذن الطب موجود ولكن متى تهتدي للطبيب المناسب الدواء موجود ولكن كيف تهتدي للدواء المناسب وفي الوقت المناسب فإذن هنا أخي الحبيب تحتاج لهداية من أجل الشفاء لذلك سيدنا إبراهيم كان يقول عليه السلام وإذا مردت فهو يشفين كان يرد الشفاء لله عز وجل وكلمة فهو يشفين يعني معناها أن الله يهيئ له أسباب الشفاء قراءة القرآن أيها الأحبة مهمة جدا وأنا أنصح كل إنسان ابتلي بمرض صغيرا أو كبيرا أن يقرأ القرآن على نية الشفاء ونحن عرضنا ذات مرة دراسة لعالم فرنسي عندما اختبر قطر الدم وصور الهالة التي أو الطاقة التي حولها بكاميرا كيرليان طبعا مع أن هذه الدراسات غير معتمدة علميا ولكن تعطينا فكرة عن أثر الصوت على الخلايا فحسب هذا الباحث يقول إن صوتك صوت المريض المريض نفسه صوته هو الأكثر تأثيرا على خلايا جسده وهذا منطقي يعني الجنين في بطن أمه أكثر ما يتأثر بصوت أمه بكلامها بالذبذبات الصوتي التي تلقيها أكثر من تأثره بالآخرين بأصوات الآخرين لأنه جزء منها فهذه الخلايا جزء منك فأقوى شيء يؤثر عليها هو صوتك فالأفضل اقرأ القرآن أنت على نفسك أنت اقرأ وعالج نفسك بنفسك أي مرض يصيبك سواء كان جسد يعني فيزيولوجي جسدي عضوي أو نفسي أكثر من قراءة القرآن أول شيء إلجأ للقرآن والله سيهديك للعلاج قد يكون العلاج بسيط وقد يكون معقد ولكن الله يسر لك أسباب هذا العلاج فإذن القرآن الكريم مهم جدا لعلاج هذا المرض العضوي والنفسي طيب ما يتعلق بالسحر والحسد نحن لا نرى السحر ولا نرى الحسد هل رأى أحد منكم الحسد لا نرى فأنت لا تستطيع أن تتنبأ بالشخص الذي يحسدك ربما هناك المئات يحسدونك على نعم أنت فيها وأنت لا تدري النبي حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون كادوا يهلكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر وهذا النظر العين والنبي يقول إن العين حق والله سبحانه وتعالى جعل السورة من أحب السور إليه قل أعوذ برب الفلق وختمها ومن شر حاسد إذا حسد فينبغي ألا نغفل عن هذه المواضيع أيها الأحبة فحصن نفسك بآيات من القرآن كل يوم كل ما أحسست بأي نوع من أنواع الهم أو المرض أو وقف الحال أو ضيق في الرزق أو في العيش أو مشاكل في بيتك أحيانا البيت سبحان الله بين الرجل وزوجته وأبنائه فجأة تشعر أن هناك شيء غير طبيعي وكل واحد مننا يمر بهذه المواقف اعلم أن هناك شيطان لأن الشيطان يعيش معنا أيها الأحبة هو قرين اسمه القرين هو ملتصق بك يوسوس لك ولكن ليس له سلطة عليك فهذا الشيطان يوسوس للزوجة والزوج والأولاد والجيران والأهل ليفرق بين الأزواج لأن التفريق بين الأزواج أكبر كارثة على المجتمع تتفرق الأسرة تدمر هذه الأسرة وبالتالي الولد يمكن أن يتجه في طريق الإجرام الرجل يتجه للزناء المرأة وهكذا فإذا أي مشكلة تحدث معك غير طبيعية مباشرة إلجأ لقراءة القرآن هذا رقم واحد الشيء الثاني أخي الحبيب لا تغفل موضوع الغذاء لأن القرآن يقول أيضا أن كلمة الشفاء وردت مرات في القرآن منها عن النحل العسل يخرج من بطونها أي النحل شراب مختلف ألوانه ماذا؟ فيه شفاء للناس فالعسل فيه شفاء والشفاء هنا أنا أقول لك أيضا غير محصور بالأمراض العضوية العسل فيه شفاء أيضا للأمراض النفسية وفيه شفاء للحسد والسحر وغير ذلك ولكن الأفضل أن تقرأ عليه القرآن يعني عندما تأتي بكأس من الماء وتذيب فيها ملعقة عسل وتقرأ سورة الفاتحة السبع مرات تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات معوذتين تقرأ آية الكرسي تقرأ هذه الآيات ثم تشرب أثر الشفاء يتضاعف والنبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الماء لم يكن يأكل الشيء إلا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كان دائما يبدأ شأنه كله ببسم الله الرحمن الرحيم فإذن الغذاء مثل طبعا الوارد في القرآن العسل والتمر وزيت الزيتون والغذاء الذي حدثنا عنه النبي الحبة السوداء أو حبة البركة مثل هذه الأغذية عندما تقرأ عليها القرآن وتتناولها تكون سببا أيضا في تسريع الشفاء هذا الأمر الثاني الأمر الثالث وهو الصدقة قبل الصدقة زيت الزيتون مهم جدا أيها الأحبة القرآن سماه شجرة مباركة فيها البركة فإذا ضاق رزقك وكثرت المشاكل في بيتك قليل من زيت الزيتون اقرأ ولو ملعقة تشربها كل يوم مقروء عليها قد تحدث ثغيرا كبيرا في حياتك هو أصلا قراءة القرآن يعني قراءة القرآن تريح النفس تطرد الشيطان من البيت تجعلك هادئا تتحمل يعني وأنت تقرأ القرآن مثلا صادفت آية الله يقول لك فيها فليعفو أمر وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم الله يأمرك بالعفو فمهما اشتدت المشاكل في بيتك وأنت تقرأ هذه الآية تجد أن قلبك زال منه الحقد والضغينة وبدأت تهدأ أكثر ولا من صبر وغفر فإن ذلك نعزم الأمور الصبر والمغفرة الصبر والتسامح مثل هذه الآيات تجعلك أكثر صبرا وأكثر قدرة على معالجة المشاكل وبالتالي تجد أن المشاكل أيضا تهدأ يعني القرآن أخي الحبيب ليس حب الدواء تأخذها لا القرآن هو كلام الله المليء بالطاقة الشفائية كيف تعمل هذه الطاقة تغير سلوكك القرآن أنا عندما أقرأه يتغير سلوكي بالكامل عندما يقول الله لي يا أيها الذين آمنوا ودائما عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعلم أنك أنت مخاطب بهذه الآية إذا اعتبرت نفسك مؤمنا فأنت مخاطب بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما أقرأ هذه الآية وأكررها وأتأثر بها وأنوي تطبيقها سأكون صادقا إذا كان هناك شخص كاذب سأبتعد عنه إذا تعوت على الكذب في حياتي سأبتعد عن هذا الكذب إذا تعوت أن أكذب على الزبائن في تجارتي سأبتعد وأصبح من الصادقين الصدق هذا هو أول خطوة على طريق النجاح ستصبح أكثر نجاحا عندما تكون صادقا ولا يظن أحد أن الكذب يأتي بالمال لا الكذب قد يأتيك بمال ولكن كوارثه أكبر بكثير فيما بعد والصدق دائما ينجيك من المشاكل ويجعل ثقة الناس بك أكبر فإذا القرآن كيف يشفي كيف يعالج من خلال أنه يغير سلوكك يغير معتقداتك يغير نظرتك للحياة نظرتك للآخرة فتصبح أهدأ وتصبح متوكلا على الله وتصبح صابرا أكثر وهذا يعينك على علاج مشاكلك في البيت مهما اشتدت تجد أن لديك قوة هائلة في الصبر لأن همك لم يعد البيت ومشاكل أصبح همك الآخرة سيصبح همك نزول القبر سيصبح جزء من اهتماماتك سيصبح الهم الأكبر لك لقاء الله سبحانه وتعالى وبالتالي القرآن اقرأه هكذا أو اقرأه على أي شيء تتناوله وبخاصة الأغذية القرآنية الواردة في القرآن فهذه المصادر للشفاء بإذن الله وبخاصة من السحر والحسد العين الشيء الثالث أخي الحبيب الصدقة هذه النصيحة أو هذا الكنز النبوي الذي نغفل عنه من مننا اليوم عندما يصاب بمرض أول ما يفكر فيه أن يتصدق قليل جدا أنا لا أقول لك لا تعالج نفسك عالج نفسك واذهب إلى الطبيب وأنا أعالج نفسي وأنا أذهب إلى الطبيب ولكن قبل ذلك أنا أتوجه إلى الله وأطلب منه أن يهديني للعلاج الصحيح أقرأ القرآن على نية أن أهتدي للعلاج الصحيح وأتصدق ولو بالقليل على نية أن يصرف عني هذا الداء سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول داو مرضاكم بالصدقة الإنسان إذا كثرت المشاكل في بيته أخي الحبيب هذه المشاكل قد تدمر البيت فأصبح لدينا مرض مزمن في البيت كل يوم مشاكل على أدفه سبب تحدث المشكلة طيب إلجأ لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة اعتبر أن هذا حالة مرضية والأمراض متنوعة يعني الاكتئاب مرض الأمراض النفسية أمراض المشاكل الزوية هو مرض عندما يكون هناك توتر في البيت دائم هذا مرض طيب داويه بالصدقة فكر أن تتصدق بالقليل والكلمة الطيبة صدقة على فكرة الابتسامة صدقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة أن تساعد إنسان لوجه الله هذا الصدقة أن تواسي إنسان بكلمة طيبة هذه الصدقة وبالتالي خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب ثلاثة أشياء إياك أن تغفل عنها قراءة القرآن والأغذية القرآنية على رأسها العسل وزيت الزيتون والتمر والماء طبعا مقرؤ عليه وأخيرا الصدقة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب بخاصة صدقة السير نسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يدلنا على طريق الخير والهدى في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر